إيه النقاط الضعف اللي عند نهضة بركان يقدر جوميز يلعب عليها النهاردة كويس ويقدر يقول إن هي دي النقط اللي أنا حستغل لها علشان يقدر يعني بعدك كمان بهم تقبلوا فخلاص هو المفروض إنه يبقى عارف كمان طريقة اللعبة ببساطة جديدة زمالك كان وهو في المغرب هو مستحوز على الكرة ومستحوز والاستحواز معاه في صالحه فهو نهضة بركان هو فرقة ما بتعتمدش على الاستحواز واللعب على الأرض والتيكا تاكا زي ما بيقوله لا خالص هو نهضة بركان الكرات الطويلة الكرات السابتة المميزين فيها جدا إحنا سبحان الله الزمالك أكيد كان عارف إنه نهضة بركان مميز في الكرات السابتة إحنا كان في أول ربع ساعة في حوالي 8 أخطاء على حدود منطقة الجزاء بتاعت الزمالك فأكيد جوميز هيتدخل ويحل المشكلة دي أنا ما فاجئش يعني أنا ما عودش أعمل فاولات وهو حذر فعلا العيبة في الجلسة الفنية بينه وبينهم إنه ما ينفعش نرتكب أخطاء في الحتة دي دعم كبير جدا مقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك للفريق والجوميز وإن اللعيبة تظهر بشكل النهاردة خلاص ما فيش حجة الجماهير هتبقى مالية لإستاذ القاهرة موجودة بدعم الفريق تعلق على إن ما فيش يمكن ربع ساعة تلت ساعة من أول ما التذاكر اتفتحت التذاكر انتهت على طول وقرينا كمان إن فيه أزمات داخل نادي الزمالك بحيث إن مفيش دعاوي الدعاوي راحت فين؟ ما شاء الله الزمالكواي في كل مكان عايزين يدعموا فريقهم بشكل كبير عمر جابر كمان اتكلم قال إن اللقب مهم جدا للجماهير وطبعا رحمة الله عليه محمد مدحة المعد البدني إن هو عايزين يهدوا اللقب لي وإن شاء الله اللقب زمالكواي أحمد سليمان يمكن عضو مجلس إدارة الزمالك انسحب من الاجتماع في الكاف بعد الكلام عن التذاكر والتحديد قال لك جماهيري وعايزة تروح وحسن كل الناس بتشجع الزمالك هو يعني هو فيه أزمة مش عشان ما فيش تذاكر أو دعوات لا هو فيه أزمة عشان كل الناس عايزة تروح وكل الناس عايزة تدعم الزمالك حتى مجلس الإدارة بقى فيه حيرة من أمر تبدئ دعوات لمين لو عدا مجلس الإدارة ولا للجماهير اللي هتروح تشجع وتدعم نادي الزمالك ولا ولا عايزة أقولك أن حتى كصحفيين كإعلاميين كفنمين كله عايز يروح يدعم نادي الزمالك فأكيد هي برضو احنا مش كتير بنشوف أهلي وزمالك في نهاية أكبر بطلتين في القرى يبقوا موجودين والاتنين عندهم أمل هدف واحد كافي لأنه هو يتواجهم باللقب فأكيد ده شيء فخر لنا كلنا كمصريين ومهم جدا أن احنا نفرح النهاردة وإن شاء الله نفرح يوم السبت الجامعة لأهلي